النهاردة هعمل معكم فطاير اقتصادية جدا تنفع للفطار وللعشب كيلو ديق هنعمل كمية كبيرة قوي هتطلع طرية وطعمها لذيذة وكمان هنسويها في الفرن وعلى نار البتجاز من فوق يلا بينا نشوف الطريقة في الاول كده باسم الله هنحتاج ثلاث كبايات مية بس كل كباية هتكون نقصة مقدار عقلة صباح لشان انا عايز العجينة متماسكة شوية بعد كده هنزل بمعلقة ملح صغيرة ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار ممسوحين خميرة فقورية طبعا انتو حفظتوا المقادرة دي لان احنا استخدمناها كتير قوي هنقلب الخميرة والسكر مع المية كويس قوي بعد كده هننزل بربع كبية زيت او فنجان زيت بعد كده هننزل بكيلو ديق اللي هو بيعاير 8 كبايات اللي هو منج الشاي الازاز اللي عايرنا بالمية العجينة دي اقتصادية جدا بس طعمها لذيذ قوي نبتدي ملم العجينة بادينا او نشغل العجان المهم نخدم العجينة كويس اول حد ما تبقى معي نعمة ومتمسكة بالشكل هغطي العجينة وهسيبها لحد ما تخمر بعد كده هحضر الحشوة معايا تقريبا كده 100 جرام جبن حد اممكن نستخدم جبنة براميلي او اسطنبولي ومعايا مقدار كباية جبنة مودزاريلا وممكن ان انا استخدم نوع واحد بس من الجبنة واي نوع انا بفضله كمان بعد كده هنزل على الجبنة ب3 وحدات طماطم حجمهم كبير اطعطهم لمكعبات صغيرة وهقلبهم مع بعض دي الحشوة الاولى الحشوة التانية هلغل طماطم وهحط بدلها فلفل حامي بس الفلفل ده مخلل على فكرة ده نطعم حل وقوي في الفطير بس المقطع ده تحزف للأسف المهم نرجع للعجينة نهبطها بعد ما تكون خمرت وضعف حجمها ورش الدق على الرخامة وننزل العجينة ونلمها على شكل روح بعد كده بلتقريب كده هنقسمها لتلات اجزاء قضي بعض كل جزء هلموا على شكل كرة وهركانوا على جنب بس ياريك تكون برضو في رش الدق علشان العجينة ما تلزقش على الرخامة او على الصانية اللي هنرس عليها العجين هغطي العجين وهسيبو دقتين بعد كده هبتدي افرد رش الدق بسيطة على الرخامة علشان العجينة ما تلزقش معانا وبعد كده هنستخدم الفرادة اول نشابة ونبتدي نفرد اول كرة الكرة الاولى او اي كرة من التلاتة ينفع نفردها فطاير في صنية 130 او 34 وطبعا كلما الصنية كبرت كلما الفطيرة بتكون رؤيا اكتر الاول انا فردت العجينة على شكل دا بعد كده هقطحها اربع اجزاء لو احنا عايزين فطاير بحجم كبير اوي يبقى هنستخدم كل ربع بالشكل ده لكن لو هنعمل فطاير بحجم متوسط زي اللي انا هعملها يبقى هنقسم الكرة واحدة بتاعت العجين لتمن اجزاء بعد كده هحط حشوة الجبنة مع الطماطم هفردها على قطع العجين كلها وبعد كده هبتدي ان انا ألم العجينة وقفلها هنا بقى طريقة التأفيل مش صعبة قوي احنا هنحاول نحنا نلم اطراف العجين ونقفلها كويس قوي عشان ما ننساش ان احنا في الحشوة معنا جبنة متزرلة فممكن ان انا اقفل القاعدة الكبيرة اللي هي بتاعت المثلث واقفلها كويس قوي بعد كده الطرف او اعمل الطريقة دي بس الطريقة دي اسهل ان انا ابدأ بطرف المثلث من تحت باتني منه حتة كده على جوة وببتدي اضغط اقفل حلو قوي وبعدين بقفل العجينة من فوق مش مهم شكلها دلوقتي احنا لست هنفرضها في الصنية خلاص كده انا خلصت الكبين كلها بجيب صنية مقاس 30 او 34 زي ما اتفقنا وبدهنها بمعلقة زيت كبيرة وبرص الفطاير بالشكل ده وبفردها بتاخد مساحة الصنية كلها بعد كده هدهن وشها بفرشة زيت وهغطيها وهزيبها ربع ساعة علشان تخمر انا عملت صنيتين بكرتين عجين من اللي انا استنتهم بعد كده هسويهم على درجة حرارة 220 ارفل في النص والنار من تحت بس وهرجع للكرة التالتة هشكلها برضو بنفس الطريقة بس هبدل الحشوة بدل الطماطم هحط فلفل حامي قطع صغيرة الفلفل الحامي ده اللي هو الفلفل المكسيكي بس الداني طعم حيل وقوي مع الحشوة هنا بقى انا هسوي على نار البدوجاز من فوق علشان اللي عنده مشكلة في تسوية الفرن يقدر يسوي هنا والتسوية هنا مميزة انها سريعة النار عندي بتكون متوسطة وهحط تقريبا ربع كبية زيت فلصانية وهبتدي اسوي الفطائر او لو بتاخد لون ده ببقلبها الناحية التانية ومجرد ما بتاخد اللون ده من الناحيتين بشيلها هي كده بتكون استويت التسوية هنا سريعة بس مميزة في الطعم لو انت عايزة تسوي في الفرن هي دي النتيجة الفطائر دي قعدت معي خمسة وعشرين دقيقة ممكن تقعد عشرين دقيقة على حسب يعني الفرن عنك المهم الفطائر بتاعت الفرن اول ما طلعت اديتها بخط مياه وغطتها بالفوطة وسيبتها لكن فطائر للنار من فوق هي طرية جهزة كده مش محتاجة تتبخ خالص لكن ممكن تغطيها باي حاجة كده لو انت مش هتكليها وهي سخنة دي الفطائر اللي عمناها في الفرن هشة قوي ومستوية حلو واغدى لون جميل جدا جدا وكمان الحشو على قد ماها بسيطة بس لذيذة دي وجبة فطار او عشا ولو حب تعمليها غدا برحتك المهم الفطائر دي هتعجبك اولا ما هتجربيها ومش هتكلفك كتير وكمان مش هتاخد معاك ولا وقت ولا من جهود وهتعملي احلى فطائر فرن البتجاز وعلى النار من فوق كمان وان شاء الله هتعجبكم لما هتجربها